لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها موقع أنا السلافي يقدم لكم هذه المادة دلت سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسيرته الشريفة أن أول واجب على كل مكلف توحيد الله تعالى وعبادته كما أنه لم يرد فيها أي دليل على أن أول واجب هو النظر قال الإمام أبو المظفر منصور بن محمد السمعاني المتوفى سنة تسع وثمانين وأربعمائة رحمه الله تعالى تواترت الأخبار أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو الكفار إلى الإسلام والشهادتين انتهى كلامه رحمه الله وفيما يلي نذكر الأدلة من السنة الشريفة على هذه الحقيقة أما أول دليل فحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلاوات في يومهم وليلتهم فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة من أموالهم وترد على فقرائهم فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوقى كرائم أموال الناس وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله فإذا عرفوا ذلك إلى آخر الحديث وهنا وقفة حيث نقل شيخ الإسلام ابن تيمية عن إمام الحرمين الجويني رحمه الله أنه استذل بقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا عرفوا الله على أن أول واجب هو معرفة وجود الله تعالى يعني الإمام الجويني باعتباره من أئمة علم الكلام الكبار فسر أن أول واجب معرفة الله الوارد في هذا الحديث يعني معرفة وجود الله أثبت وجود الله أولا ثم بعد ذلك يأتي الأمر بالعبادة والتوحيد كلمة معرفة الله المتكلمون يفسرونها بمعرفة وجود الله أو إثبات وجود الله أما علماء أهل السنة فيفسرونها بالتوحيد كما أثبتنا ذلك فرواية فإذا عرفوا الله فسرتها روايات أخرى مثل فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله هذه أكثر رواها بهذا اللفظ وفي لفظ آخر فإذا جئتهم فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وفي لفظ آخر فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله فإذا عرفوا ذلك إلى آخر الحديث فإذن معرفة الله الواردة في هذا الحديث لا بد أن تفسر بتوحيده وعبادته وحده والإتيان بالشهادتين لكن المعنى كما ذكرنا هو أنهم إذا عرفوا أنه يجب عليهم أن يفردوا الله بالعبادة فأمرهم بالصلاة والزكاء إلى آخره فالمراد بالعبادة التوحيد والمراد بالتوحيد الإقرار بالشهادتين لأن ألفاظ الحديث يفسر بعضها بعضا ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لمعاذ في صدر الحديث إنك تقدم على قوم أهل كتاب ولا شك أن أهل الكتاب يعرفون الله بمعنى أنهم لم ينكروا وجود الله عز وجل ولكن الشرك واقع عندهم في العبادة في عبادة غير الله أو الشرك به تبارك وتعالى فإذا هذا أيضا دليل على أنه فإذا عرفوا الله لا يمكن أن تفسر بإذا عرفوا وجود الله حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن إلى آخر الحديث هذا الحديث رواه البخاري في باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله وكذا رواه مسلم فإذن ترجمت الباب عند البخاري ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى يقول الشيخ عبد الله ابن محمد الغنيمان وقصد البخاري رحمه الله بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن للناس التوحيد بأنواعه وأنه أول واجب وأول ما يدعى إليه فلا حاجة بعد بيانه إلى بيان أحد من الناس والبخاري رحمه الله في بداءته كتاب التوحيد بهذا الحديث يشير إلى الرد على المتكلمين الذين جعلوا عمدتهم في إثبات ما يثبتون ونفي ما ينفون العقل فهذا الحديث يدل على أن أول ما يجب على العبد عبادة ربه بامتثال أوامره واجتناب ما نهى عنه وأن المقصود من الدعوة وصول العباد إلى ما خلقوا له من عبادة الله تعالى وحده لا شريك له ولا سبيل إلى ذلك إلا باتباع الوحي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فيجب أن يتبع وأن يكون هو الأصل المعول عليه في معرفة عبادة الله والإيمان به وبرسله وملائكته وكتبه واليوم الآخر والإيمان بأسمائه وصفاته وعبادته بها خلافا لطريقة المتكلمين الذين جعلوا عمدتهم عقولهم في إثبات وجود الله تعالى بناء على حدوث الكون ثم إثبات صفاته نفيا وإثباتا بالقياس العقلي ثم إثبات النبوات ثم بعد ذلك يتكلمون في السمعيات قال الإمام الخطبي رحمه الله في شرحه لحديث معاذ رضي الله عنه في هذا الحديث من العلم أنه رتب واجبات الشريعة فقدم كلمة التوحيد ثم أتبعها فرائض الصلاة لأوقاتها وأخر ذكر الصدقة لأنها إنما تجب على قوم من الناس دون آخرين انتهى كلام الخطبي رحمه الله وقال أبو العباس القرطبي رحمه الله الحديث حجة لمن يقول إن أول الواجبات التلفظ بكلمتي الشهادة مصدقا بها وقال ابن حزم رحمه الله أول ما يلزم كل أحد وليصح الإسلام إلا به أن يعلم المرء بقلبه علم يقين وإخلاص ليكون لشيء من الشك فيه أثر وينطق بلسانه ولا بد بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهو قول جميع الصحابة وجميع أهل الإسلام وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والنبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو أحدا من الخلق إلى النظر ابتداء ولا إلى مجرد إثبات الصانع بل أول ما دعاهم إليه الشهادتان وبذلك أمر أصحابه كما قال في الحديث المتفق على صحته لمعاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تأخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم وكذلك سائر الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم موافقة لهذا انتهى كلام الشيخ الإسلام ويلاحظ التصريح بلفظ أول في الحديث حيث قال فليكن أول ما تدعوهم إليه فهذا الحديث نص في الموضوع مع أن المتواتر من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته أنه كان يدعو الناس إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله وهذا منهج رسل الله جميعا حيث إنهم يأمرون بالغايات المطلوبة من الإيمان بالله ورسوله وتقوى ويذكرون من طرق ذلك وأسبابه ما هو أقوى وأنفع وأما أهل البدع المخالفون لهم فبالعكس يأمرون بالبدايات والأوائل وإذا كانت معرفة الله فطرية والعباد مفطورون على الإقرار بربهم وخالقهم فالأجدى والأنفع لهم أن يدعوا إلى إفراد هذا الرب بالعبادة والطاعة لا أن يشغلوا بما هو بداهي وفطري ومع ذلك فإن شيخ الإسلام رحمه الله يذكر أن بعض الناس قد يعرض له ما يفسد فطرته فيكون بحاجة إلى نظر حتى تحصل له المعرفة والخطأ الذي وقع فيه أهل الكلام زعمهم أن معرفة الله لا تتم إلا بهذا الطريق الحصر هذا هو خطأهم والخطأ الذي وقع فيه أهل الكلام زعمهم أن معرفة الله لا تتم إلا بهذا الطريق يقول شيخ الإسلام رحمه الله إن الإقرار والاعتراف بالخالق فطري ضروري في نفوس الناس وإن كان بعض الناس قد يحصل له ما يفسد فطرته حتى يحتاج إلى نظر تحصل له به المعرفة وهذا قول جمهور الناس وعليه حذاق النظار أن المعرفة تارة تحصل بالضرورة وتارة بالنظر وقال أيضا إن السلف والأئمة متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقب البلوغ وقال شيخ الإسلام أيضا وقد علم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم واتفقت عليه الأمة أن أصل الإسلام وأول ما يؤمر به الخلق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فبذلك يصير الكافر مسلما والعدو وليا والمباح دمه وماله معصوم الدم والمال ثم إن كان ذلك من قلبه فقد دخل في الإيمان وإن قاله بلسانه دون قلبه فهو في ظاهر الإسلام دون باطن الإيمان قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على مصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين